متحة مرسي توفي الفنان القدير متحة مرسي عن عمر يناهز 68 عاماً ظهر اليوم الخميس تاركاً خلفه العديد من الأعمال الدرامية التي ستبقى محفورة بالذاكرة أبرزها الأدوار التاريخية والدينية لذا تابعونا في حلقة اليوم لتعرف المزيد عن الفنان الراحل إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد وأيضاً لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو اسمه الكامل متحة أحمد مرسي من مواليد محافظة البحيرة عام 1949 تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية عام 1971 ثم حصل على الدراسات العليا من نفس الجامعة وبعدها شق طريقه وعمل بإذاعة الإسكندرية كان له دور بارز في المسلسل الإذاعي كتاب عربي علم العالم كما قدم خلال حياته العديد والعديد من الأفلام البارزة مثل نص أرنب عام 1983 واثنين على الطريق عام 1984 والمرأة الحديدية عام 1987 إلى جانب العديد من المسلسلات التي يعد من أهمها غداً تتفتح الزهور عام 1984 اللقاء الثاني عام 1988 ورأفة الهجان عام 1994 ودهشة عام 2014 وآخر أعماله كان مسلسل ظرف أسود في عام 2015 من تأليف وإخراج نجلي وأيضاً كان له الكثير من المسرحيات التي شق بها طريقه الفني مثل الدنيا رواية هزلية إنسان بلا أقنعة ودماء على ملابس السهرة اعتاد مرسي لسنوات طويلة كتابة مقالات شهرية بمجلة الشباب كما ألف كتاب ميمي في زقاق الإخ ميمي ورواية جعفر نمرة 19 وكتاب المعادي آخر الخط جدير بالذكر أن الراحل هو والد الشقيقين المخرج أحمد متحات والسيناريست أيمن متحات والذي سبق وظهر معهما في مسلسل ظرف أسود ولم يبقى إلا أن ندعو الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان اشتركوا في القناة